أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني صالح فقي إن المواطنين في إقليم كردستان لن يسكتوا طويلا على التقصير وسوء الإدارة من حكومة كردستان قال فقي إن كردستان تمر بأوضاع خطير وأن هناك تقصير من حكومة الإقليم بما يتعلق بالأزمتين الصحية والمالية ورواتب الإقليم فضلا عن القصف التركي وأشار فقي إلى إن المواطن الكردي وفي حال استمرار الوضع كما هو عليه الآن فإنهم لن يسكتوا تجاه الفوضى في الإدارة وعدم الاكتراث لمعاناتهم هذا وتشهد الكثير من مدن مثل سليمانية وحلبشة تظاهرات منذ عدة أشهر احتجاجا على أداء حكومة الإقليم خصوصا في إدارة الأزمة في رواتب الإقليم